حقيقة الحكومة حكومة السيد السودان انتدار أعلنت هذه السياسات في برنامجها الحكومة عندما عرضته على البرلمان والآن دخلت إلى منطقة أخرى إلى منطقة التنفيذ والتطبيق إلى هذا البرنامج الحكومي بتفاصيلها على القطاعات والميادين الانتاجية كافة واحدة من أساليب الإدارة أو الإدارة الفاعلة أو الإدارة بالأهداف حتى أن تذهب إلى الثواب والعقاب وإلى مناطق المحاسبة المفقودة بالحكومات السابقة لسيما الحكومة السيد الكاظمي المسؤول يعمل بكيفيته لا يمتلك خطة ولا يمتلك برنامج وأيضا غير محاسبة على كل السلوكيات والإخفاقات هل ممكن أنه تكون من أحد أسبب هذه الإخفاقات بأنه لحد الآن لم تقرأ الموازنة؟ حاليا لدينا فائض مالية الآن الأموال الأمن الغذائي وحتى الآخر بالنسبة إلى فرق سعر مبيعات النفط العراقي لدينا وفرة مالية تمكن الحكومة من بناء خطط خطط خصيرة الأمد إذن المفرة المالية متوفرة في الوزارات وفي البناء طبعا بالنسبة إلى الحكومة الحلقة المهمة في هذا البرنامج أنا هكذا أرى شخصيا هذا صندوق التنمية المتعدد مرة صندوق التنمية الاجتماعية لمعالجة البطالة وفتح القطاع الخاص على العام بشكل غير منظور ويشترك جميع العراقيين في ميزات موظف الخدمة العامة هذه مهمة جدا فيها تقريبا حل شبه جذري ومهم بالنسبة إلى شراح المجتمع طيب أستاذ حسين نحن شئنا ما بين الحكومة تشكلت في ظل تحالف كبير تحالف سياسي كبير وهؤلاء المسؤولين هم ينتمون إلى تيارات واجهات سياسية هذا واقع الحال كيف يمكن أن نتلافى هذه الضغوط السياسية في حال كان هناك إخفاق من المسؤولين هذا واحد من تحديات الحكومة سواء قبل التصويت على الحكومة وبعد التصويت على الحكومة في الأداء وأنا شخصيا أضع مفردة أمام السيد السودان أنه مهما كان كفوءا السيدستان في أدائه كأداء وظيفي سواء رئيس وزراء أو تنفيذي في أي موقع لا يمكن أن يدير كل هذه الأمور بذاته أو يقدم الأفكار والحلول والمعالجات والمتابعة إلا أن يعتمد على أفراد سواء كانوا لجان أو أفراد بذاتهم يتمتعون بكفاءة وقدرة وأيضا الآن عام المهم نزاهة هذا العام المهم أنا أعتقد المضي في موضوع النزاهة وملاحقة الفاسدين في هذه الفترة ومحاسبة الفاسدين هو واحد من أسباب ودافعية النجاح بالنسبة إلى الحكومة لأنها تمتلك برنامج وتمتلك خطط وتمتلك أرقام وتمتلك قدرات قدرات ذاتية بالنسبة إلى الدولة العراقية نحن طبعا لا تنسى أنه نتحدث عن تقييم الأداء وليس عن فاسدين تمام في هذه الفترة تحديدا طبعا تقييم الأداء ووحدة من فقراته إذا نرفع النزاهة بمعنى أنه في كثير للأسف يعني توجد كفاءات ولكن غير نزاهة هو هذا الآن أيضا محق آخر واختبار آخر بالنسبة للسيد السوداني السيد السوداني وضع على نفسه قيودا قال أنا مسؤول على كل الإخفاقات هذه الحكومة بضمنها أيضا أن نزاهة يعني الموظف غير النزاهة تحمل مسؤولته السيد السوداني وبالتالي هو لا يضع نفسه في هذا المكان إلا تكون عدة إجراءات لمحاسبة هؤلاء ومنها تقييم الأداء الفصلي والنصف السنوي والسنوي والمتعدد والشكاوى المفتوحة الآن على المسؤولين هذا مفردات حقيقة مفرحة بالنسبة للمواطنة طيب يعني أستاذ حسين نرى زيادة واضحة في إنتاج النفط بما أن هناك زيادة هذه الزيادة في النفط هل سيتحقق هناك نقلة نوعية في الاقتصاد في سوق العمل إذا ذهبنا على الحلول يعني نحن وحدة من المشكلات وللأسف الشديد نتمنى أن لا تدخل الحكومة في نفق المعالجات النقدية والمالية لحل مشكلة العاطلين على العمل أو رفع مستوى الفقر وأن تذهب إلى معالجات التنمية وهم أعلنوا عن صندوق التنمية الاجتماعية وهذا مهم ويمكن شطرة وتعدد هذه الصناديق من هذه الوفرة صندوق تنمية صناعية صندوق تنمية زرائية بالإضافة إلى هذا الاجتماع وهكذا هذه توفر هذه الأموال بدل أن توزع نقداً وتنتهي وتروح إلى الإنفاق التشغيلة أو الإنفاق الاستهلاك وتروح إلى مواطن وإلى مناطق الاستثمار طيب الآن مجلس الوزراء يعني بشخص رئيس الوزراء بعد أن ألزم نفسه بمدة زمنية لهؤلاء يعني ما هي أقصى مدة زمنية ممكن أن تطبق هو وضع من ثلاثة شهور زائداً ستة شهور هذا الشيء العام هذا الرينج العام بس هو الأصل هو ملزم بمئة يوم أن يقدم شيء ملموس للبرلمان والقوى السياسية تلاف إدارة الدولة وإلى الجمهور يوم وباقي إلى شهر على هذا الموضوع هو عمل فكرة أنتج فكرة فكرة الجهد الهندسي المشترك أنتجت أشياء كثيرة بدأت تتضح معه وفيها قضايا ملموسة وإنجازات ملموسة بالنسبة إلى المواطن وإلى الشراح الاجتماعية سواء التبليط وشق الطرق والمجاري وما إلى ذلك والآن حتى على الدوائر الأمنية اليوم نشوف انتشار الداخلية وفرض بين هلالين حيبة الدولة ووجودها بالشارع الآن قوي وبدأنا نتحسس ونتلمس وجود نظام بقانون أستاذ حتيان تطبيق البرنامج الحكومي ستشرف عليه عدة لجان من داخل الوزارات ومن ثم أيضا ستشرف عليها لجان من مجلس الوزراء هذه اللجان من داخل الوزارات من سيحددها من سيقوم باختيارها؟ هذه اللجان داخل الوزارات تحددها الوزارة الوزير، الوكلاء، المدراء العامون هم يحددون هذا باعتبار أن هذه اللجنة تنجز ما عليها من البرنامج الحكومي وخطط الحكومة الحكومة تتابع مع هذه اللجان مع خيارات هذه اللجان مع حرية عمل هذه اللجان في تكييف العمل لإنجاز هذه المهام وبعكسه نذهب إلى هذا التقييم ونتائج التقييم وقرارات التقييم قرارات الحكومة مع بعض التقييم هذا الجميع يخضع إلى هذا الموضوع